قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية مع الأب جور شرايحة حلقة متميزة بعنوان لترجية الأسبوع العظيم المقدس وقد أوضحت دكتور جلال فخوري خلال اتصال هاتفي مع البرنامج أن الإيمان المسيحي متكامل ولا ينتزع منه أي جزء كما بحث البرنامج مرجعية الصلوات التقصية التي تقام خلال الأسبوع المقدس فإلى هناك كل هذه الطقوس أو هذه الليترجية التي نتبعها لأن حلقتنا باسم الليترجية ما تخليها تبعدنا عن الجوهر نحن هذه الطقوس معادة فإذا كان القيامة نحن نعيد هذه الذكريات القيامة حصلت من 2023 سنة فإحنا منعيد هذه القيامة ومنعيد هذه المسيرة ومنعيد التذكير فيها فهي إعادة فقط ولا القيامة أو الميلاد أو حصل وانتهى لكن نحن مستمرين في مسيرة القيامة ومسيرة الميلاد ومسيرة الفصح متى بدأت؟ نعم بالحقيقة بدأت الصلوات المجتمعين في علية صهيون بداية بعد القيامة وبعد ظهور يسوع المسيح لهم في العلية والأبواب مغلقتان بعد صعود يسوع المسيح واضبت الجماعة المسيحية الأولى على استذكار أحداث الخلاص وحدث يسوع المسيح ففيما بعد وخصوصا بعد 70 سنة من صعود يسوع المسيح اجتمعوا التلاميذ كان في اجتماع سابق يسمى اجتماع الرشاليم اللي كان بولس مع بطرس وأسسوا خدمتهم البشارة كانت هي الأساس أن المناطق اللي بدهم يوصلوا لها ويحكوا عن يسوع المسيح انتشار رحلات بولس التبشيرية الثلاثة وانطلاق تلاميذ تومة إلى الهند والقديس بطرس اللي هم من أصل يهودي كيف يدخلوا بالمسيحية وإعدادهم فطلب منهم أن يكتبوا على بسمهم الصفاء الصحف يعني هني بيكونوا من الجلود ومن الهيكة تلاميذ الأربع الرئيسيين كل واحد يتذكر الأحداث اللي عاشها مع يسوع شو عمل يسوع كيف بلشت سألوا مريم العضرة حكوا معها كيف كانت البشارة كيف سمعتي أنه بدي جيكي ابن قالت أنا كنت بصلي جاني الملاك كلهم بالضبط كتبوا وسجل المسيحية قالب واحد أي جزء بتفكه منه بيخرب الكيان بكامله بمعنى ثاني أن التكامل والشمولية في المسيحية لا تتجزى ما معنى الآلام؟ الآلام مرسومة في كلمات المسيح نفسها أي أنها تدفق من دم المسيح من قلب المسيح تدفقت هذه الدماء ورسمت الخريطة للمسيحيين الأوائل حتى يعملوا هذا الترتيب الكنسي من هنا أنا بقول أن الكلمات الأخيرة التي جاءت في الآلام وفي الصلب وفي الموت هي مستوحى أصلا من حياة المسيح اللي كان كل كلمة يحكيها كان يرتب عليها جزء معين من المعنى هل مثلا الصليب يعني هل يدرك المسيحيين ما معنى جرح المسيح لما قال أنه أنا عطشان وأعطوا له اسفنجة خل مثلا هو لا يقصد العطشان هو يقصد أنه المحبة محبة النار أنا أطلب محبة النار هل يعلم المسيحيين مثلا لماذا اقتسموا على قميسه على أوائي على ملابس المسيح يعني تعبيرا عن الطمع البشري اللي كان يتوقع السيد المسيح هل يعلم اليهود مثلا أنه لما حطوا إكلين للشوك هم مقاسدين بهدلته لكن رفعت المسيح إلى المجد لأنه إكلين هاء الغار كان يعطى دائما للأباطرة وكبار القادة المسيحية المسيحية تحتاج إلى تفسير عميق للمعنى المتكامل في المسيحية لم يأخذ المسيحيين ما كانوا يعني اللي رسموا هاي اللي سورة جوية ما كانوا يأخذوها جزء جزء كانوا يأخذوها كلها متكامل ويبنوا عليها اشتركوا في القناة